السلام عليكم ورحمة الله. في هاي الفيديو هنتعرف على اداب تمكنك انك انت تجد المنتجات الرابحة سواء كان منتجات دروب شوبين. هتبيع على شوبيفاي او هتبيع على اتسي او هتقوم ببيع على منصة التك توك شوب. هتجد رابط الادا في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت في الاسفل. هاي الادا يسمى مينة. هاي الادا بتسمح لك انك انت تعمل عملية بتاع التجسس على الاعلانات المختلفة سواء كان على التك توك او على الفيسبوك او على الانستجرام او البنترست او على الاسناب شات. هاي الادا تعتبر من اميز الادوات الان بستعملها وبنصح كانك انت تستخدمها. عشان من خلال هاي الادا انت بتقدر تعرف المنتجات الافضل ان انت ممكن تشتغل علىها كدروب شوبين. بعد ندخل على الموقع بتاع الادا لاحظ معي ده الموقع الالكتروني لادات مينة. لو لاحظت معيه بتسمح لك انك انت تعمل تجسس الاعلانات على البنترست وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى الاسناب وعلى الانستجرام. لاحظ معي هاي مجموعة من اكتر اليوتيوبر اللي بيستخدموا الادا في تحليل المنتجات عشان يقوموا بانشاء متجر دروب شوبين. على ده بتديك تحليلات مختلفة سواء كان انت بتديك يعني اكتر المنتجات اللي عليها طلب في الوقت الحالي او على مدى اسبوع او غيره. بديك تحليلات عامة. هل المنتج ده عليه طلب حاليا ولا ما عليه طلب. بيعطيك نسبة بتاعة المنافسة للمنتج ده يعني انت تقدر من خلال هاي النسبة انك انت تعرف هل المنتج ده انت ممكن تستخدمه. انك ترويج له وتحقق منه مبيعات. لو نزلني الاسفل لاحظ معي بديك تفاصيل مختلفة سواء كان التفاصيل للمنتج وممكن انت تعمل توليد لاصور وممكن تعمل توليد بذكاء الاصطناعي لوصف الفيديو مينة توفرك تلاتة باغات مختلفة الباغة الاولى باغة الستارت الاشتراك بتاع الشهري تزع واربعين دولار حتى اسمح لك انه انت تعمل عملية بتاعة بحس عشرة الف الكريديت معناه النتيجة يعني مثلا لو انت قمت بعملية بحس ظهرت لك عدد النتائج مثلا المية اذا معناه هيخصم لك المية من العشرة الف. في الاشتراك الاول بسمح لك انك انت تقوم بعمل تجسس على الفيسبوك يعني اعلانات الفيسبوك بتعمل تحقق لاكتر المشاهير الموجودين في المناصب تحت الفيسبوك. بديك معلومات عامة عن المنتج والتفاصيل الخاصة المنتج ممكن تستخدم الفلتر انه انت تعمل عملية بتاع التخصيص وبحس دقيق للمنتجات او التصنيفات الانت عايز تبيع عليها المنتجات الخاصة بك اضافة بتاعة كروم يعني انت حتقدر تضيفه من خلاله ممكن تصل للتحليلات بسرعة اكبر. انا بنصحك دايما تشترك في الباغة الثانية لانها هي افضل. اول حاجة من حيث عدد الكريديت انها مية الف. تسمح لك انك انت تعمل تجسس او تجلب لك اي لا نادع. حق فيسبوك. وعلى التيك توك. وعلى البينترست. ايضا متديك معلومات تفصيلية للمتجر الالكتروني اللي انت قمت بالتجسس عليه. اذا احنا عايزين نقوم بانشاء الحساب. نضغط على تراي فور فري. انه بيعطيك فترة زمنية معينة انت ممكن تستخدمها. حاليا لانه انا عندي حساب تلغائين حيفتح ليه الحساب الخاص بي. لاحز معي لو حتى التحكم تتكون ليه من الداشبورد والادس والشوب والبرودك والماجيك سيرش والسكسس رادار. حاليا انا مشترك في الباغة الثانية عشان كده عندي بعض الخيارات المتاحة اللي ممكن انا استعملها. لو نزلني لاسفل في الصفحة الرئيسية للداشبورد لاحز معي. كل يوم بيديك اكتر عشرة منتجات عليها الطلب في الوقت الحالي. يعني سواء كانت موجودة على الفيسبوك او على على بنترست او على التيك توك. انا مثلا لو ضغطنا على التيك توك. لاحز معي دي منتجات مختلفة انت ممكن تعمل لها عملية بتاع الطروي. تاهم لاحز هي المونتي عدد المشاهدات للفيديو الخاص به على التيك توك. ثلاثة مليون وستمائة الف عدد التعليغات تلتاشر الف. عدد المشاركة تونمية اتنين وتسعين. لو انا عايز اتعرف على تفاصيل المونتي ممكن اضغط على المونتي. لاحز معي ده اسم المونتي. ده الفيديو. ده الوصف. ده ما بدينا هنا تفاصيل مختلفة سواء كان الاستهداف. اتباره يونايتد كيندم. الاوديان ايج. انه الاعمار. عندنا الفترة الزمنية من اطلاق الاعلان له سبعة شهور. تاريخ بتاع النشر. اول ظهور له واخر ظهور له. طاحز معي دي النسبة بتاعة. يعني التفاعل مع الاعلان. لو انا عايز اعرف تفاصيل اكتر عن هيا الاعلان بطاطة على سيمور. لاحز معي كده بيزهر كامل التفاصيل الخاصة بتاعة الاعلان. يعني حاليا هيا الاعلان لسه حاليا شغال. الشوب المتجر الناشر الاعلان ده لو ضغطنا عليه. لاحز معي فتح له المتجر بكل بساطة. هيا المتجر الالكتروني الخاص بالمنتج هاي. لو رجعنا اليمينة. لاحز معي دي الات كوبي يعني انت ممكن تنسخ الوصف بتاع الاعلان. لو ممكن انا اعمل تنزيل للفيديو الاعلاني. لو بنزلنا الاسفل. دي الانجاجمنت يعني نسبة التفاعل كشارت. بوضح عليه الدول المستهدة في امريكا وكندا وبريطانيا. يعني العمر الاشخاص هيكون بين عشرة لعشرين. دي فيديوهات اخرى او منتجات اخرى. انت ممكن ايضا تقوم بالترويج له. لو عايز اعرف منتجات اخرى. بيرويج له نفسي صاحب المتجر ده. انا ممكن اضغط على ادس فرومز. زي سيم. ممكن اضغط. هنا عشان اظهر نفسي الاعلانات. الخاصة بنفس التاجر. انا لاحز معي دي اعلانات مختلفة. طيب لو ضغطنا على الشوب. هنا انا ممكن اعمل عملية بتاع التحليل بناء على متاجر معينة. هنا بظاهرك مجموعة من المتاجر المختلفة. لو انا عايز احديد الاي كوميرس بلاتفورم. يعني المتاجر التصريح هنا مثلا فقط شو بي فاي. كده حاليا اي متجر هيصري هنا ده شو بي فاي. طيب هنا ده انا ممكن اعمل لي فلترة على الانجاجمنت. طيب باعتباره مثلا انه يكون ترتيبه من الاعلى للادنى. دي متاجر مختلفة. طيب انا ممكن احدد ليو. فلترة مختلفة. يعني مثلا هنا الكاتوكري. طيب مسلا هنا ده احدد الكاتوكري باعتباره مثلا الفيتنس. وضغط apply. كده بظهري المتاجر المصممة. بشو بي فاي. وفي تصنيف الفيتنس. لو جينا مسلا ضغطنا على الات. طيب عايز انا اعمل تحليل او عملية بحس عن الاعلانات. انا ممكن اعمل بحس على الفيسبوك او ممكن اضغط على التيك توك. انا دائما بنصح لتيك توك لانها هي تعتبر الافضل. اه من حيث انه المبلغ الاعلاني اللي انت بتصرفه. وفي نفس الوقت بيوفرك وصول اعلى للمنتاجات. بالنسبة للتيك توك ايضا في الميزة الاساسية انه انت من خلال اي الاداء انت ممكن تعرف اكتر المنتاجات اللي عليها طلب في تيك توك. وممكن انت تقوم بانشاء متجر على التيك توك باعتباره تيك توك شوب. عشان تنشئ متجر التيك توك شوب لازم يكون عندك شركة بريطانية. او شركة امريكية. اذا فتحت شركة بريطانية انت ممكن تفتح حساب تيك توك شوب سيلر يعني بايا على التيك توك. لكن في الفرع بتاع بريطانيا. او فتحت شركة امريكية انت حتقدر تبيع المنتاجات من خلال تيك توك شوب باعتبار انك انت تبيع المنتاجات في امريكا. انا ممكن من خلال التيك توك احدد مثلا الفلترة اعتبارها شوبيفاي. انا ممكن انا ارتبع بناء على اللايكس. احدد مثلا الهاي انجاجمنت. لا تفاعل اكتر. هنا انا ممكن احدد از دروب شوبين. طبعا يعني ازا كان هل المنتج ده دروب شوبين او لا اضغط على ممكن احدد اكتر المنتجات العالية طلب او عالية تفاعل في الاسبوع هاي. انا او ممكن احدد لها فترة زمنية اكتر مسلا تلاتين يوم يعني اخر تلاتين يوم. طبعا كده انت ممكن تطورها على المنتجات دي لغاية تجد المنتج اللي بتناسب معك. يعني مسلا لو هيا المنتج ضغطنا عليه. نحز معي هيا المنتج يعتبر منتج ناجح جدا. يعني اللاب تسمح لك انك تسن السكين. يعني انت من خلال هيا الاداية تقدر تسن السكين الخاصة بك. لو نزلنا الاسفل انت ممكن تجد التفاصيل المختلفة. يعني هيا المنتج انت ممكن تنزل الفيديو الخاص به وتبدأ تروج على التيك توك. لو لاحظت عدد المشاهدات قراءة الاربعة مليون مشاهدة وعدد التعليقات باعتبارا مليون وربعمية وعدد المشاركة اربع وعشرين الف. لاحظ معي لو انت عندك منتج معين عايز تحفظه عندك عند المفضلة. باعتبارك انك يكون موجود عندك في اي وقت انت عايز ترجع عليه وانت ممكن تضغط على زر سيف. انت ممكن تنشئ بليلست. يعني قائمة انك انت تحفظ وقال الاعلانات بتاعتك. يعني مثلا هتغط على كريات نيو. اسميها مثلا تيك توك شوب. واحدد لها اي ايكونة. ممكن احدد اي لون. وبضغط على كريات لستنج. كده انا قدرت انو اضيف المنتج ده واحفظه عندي عند المفضلة. في اي وقت انا عايز ارجع عليه وممكن ارجع عليه بكل بساطة. لو انا عايز اشوف المنتجات اللي انا احفظتها عندي في القواهم اللي انا مسجلة عندي. ممكن اضغط على ماي لست. واحز معي كده انا قدرت انشئ قائمة من خلال انا احفظ الالانات عشان اقدر رجع على في وقت لو ضغط عليها. القائمة هي هتكون مجسمة على انو اعلانات تيك توك و اعلانات فيسبوك و اعلانات بنترس و اعلانات شوبس و اعلانات بتاعات بروضكت. ممكن انا اعدل القائمة اعدل الاسم الخاص بها او ممكن انا اعمل لها عملية بتاعتها. كده ببساطة ادعرفنا كيف انو تقوم بالبحث عن المنتجات بكل بساطة. هيا الاداة انا بنصحك بها. لانو بتمكنك انك انت تجيد مجموعة مختلفة من المنتجات اللي انت ممكن تشتغل بها على في الفيديوهات القادمة هنتعرف على كيف انو نستفيد من هيا الاداة من خلال انو نبحث عن منتجات عشان نقوم بانشاء متاجر شوبيفاي او نقوم بنشر منتجات دروب شوبين على اتسي وعلى التك توك شوبي. ما تنسى لنك تعمل اجاب بالفيديو ومتابعة للقناة عشان نصلك الشعار بكل فيديو جديد انا بنشره في القناة. السلام عليكم.